اهلا بكم في فيديو جديد معيكم مرئي مصطفى نهاردة هنعمل مع بعض كيكة الدرة او البسيسة هنعملها النهاردة بطريقة بجد مميزة هتكون معاك وهشة وطرية وفي منطقة الروعة نسمي بسم الله ونبدأ الكيكة بتاعتنا هنعمل الكيكة بتاعتنا النهاردة في الخلاط اول حاجة هيكون معاك قباية من الحليب هضف عليهم ثلاثة من البيض هنزل عليهم بمعلاقة صغيرة من الفانيليا الفانيليا سائلة بودر اي فانيليا موجودة عندك مفيش اي مشكلة هضف عليهم كمان كباية من السكر ونص كباية من الزيت هضيف عليهم كمان ربع كباية من السمنة السايحة السمنة هنا في البسيسة بتدي طعم حلوة اولي البسيسة بتاعتنا ورشة الملح اللي بتزبط اي نوع حلويات وهنضرف الخلاط لمدة سبع دقاية كل ما هتضرابي الخليط بتاعك كويس هيديك نتيجة ممتازة وهتطلع الكيكة هشة وطرية وفي منتهى الروعة هنا معانا كبايتين اتنين من دقيق الدرة عليهم نص كباية من الدقيق العادي معلقة كبيرة من البيكنج بودر ونص معلقة صغيرة من البيكنج سودة اللي هتخلي الكيكة بتاعتنا ما تلزقش في البق وهتكون هشة وفي منتهى الروعة بعد كده هقلبهم كويس واضيف الخليط بتاعنا على الدقيق اللي احنا قلبناه بالبيكنج بودر والبيكنج سودة هقلبهم كويس اوي مش عايزة يكون فيه تكتلات خالص في الخليط بتاعنا يعني تقلب الدقيق ما تخليش فيه حاجة خالص ظهر زي ما انتو شايفين كده هقلب كويس اوي هيكون معانا بالشكل ده هضيف عليه بقا معلقة كبيرة من الخل اللي هيخلي الكيكة بتاعتنا برضو هشة وطرية جدا طبعا هنا الخلي كمان ما بيديش ريحة ولا طعم خالص في الكيكة بتاعتنا بيكون القوام زي ما انتو شايفين خفيف بالشكل ده وما يكونش اتقل من كده هنا الصينية بتاعت دهناها بالزيت ورش عليها شوية من الدقيق هنضيف فيها الخليط بتاع الكيكة بالشكل ده وبعد كده هندخلها الفرن لمدة 35 دقيقة على درجة حرارة 180 بعد كده هتطلع من الفرن بالشكل الجميل واللون الدحفة اللي انتو شايفينه ده هنشوفها كده مع بعضي طبعا انا بعد ما طلعت من الفرن سبتها لحد ما بردت كويس بعد كده هنقطعها تقطعيها بقى الحجم اللي انت عايزيها تعالوا كده بقى نشوف الكيكة بتاعتنا بصوا ما اقول لكوش هشة طرية وفي منطار روعة رتيحة بتاعتها بجد تحفة شايفين النتيجة قدية ممتازة واللون بتاعها رهيب من فوق ومن تحت بجد ما فيش بعد كده شايفين قدية كمان طرية تعالوا كده بقى نقطعها مع بعضي كده ونشوف قلب الكيكة بتاعتنا عامل ازاي شايفين الجمال شايفين قدية هشة طحفة بجد في منطار روعة لو انت اول مرة تدخلكون انزل عملي سبسكراب وفعل الجرس يوصلك كل جديد ان شاء الله واشوفكم في فيديو جديد